الأوسط ما يحصل إثر العضوين الهامجي اللي قاعدة تقوم به الكيان على غزة وعلى فلسطين وهجمات الحوثيين يعني اليوم فما زوز قراءات أولا نجمو نحكيو على نقلات النفط نقلات النفط تقولك معتها رهو رغم هجمات الحوثيين وهذه معناها حسب رويترز رهو معتها قاعدة تستمر في تسلك في نفس الطريق في البحر الأحمر وما تضردش يسر يعني نقلات النفط على خطر معتها مش كما تكاليف معتها نقلات البطول اللي تهز اللي معتها تخاف أكثر وأنه المرور عبر معتها ممر رأس الرجاء الصالح رأس الرجاء الصالح حول إفريقيا الجنوبية يتكلف أكثر وقت وأقل ربحية دونك اليوم نقلات النفط قاعدة يوميا تقريبا في ديسمبر 236 سفينة يعني قاعدة تتعدى في المتوسط بمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن دونك ما تأثرتش يسر بالضربات الحوسية رغم أنه معتها أسعار التأجير منذ ديسمبر معناها زادت تأمينات هنا يفهم فرق ما بين شحن النفط وبقية السلاعة هذا هو خطر في معتها في قراءة أخرى مثلا وزير النقل التركي عمل تصريح للجزيرة قال 30% انخفاض في عدد السفن المتجهة لإسرائيل موني يحكي على السفن معناها بصفة خاصة بالذكر نقل النفط قالت معتها أنه نقلات النفط مستمرة في الطريقة هذيك ومتأثرتش بشكل كبير وأنها تفضل معناها تستمر في الطريقة هذيك حتى لو كنفهم ارتفاع لأنه لطريقية خير يتكلف معناها أول أن يخباش وقته معناها ويتكلف معتها فروس أكثر تقول الطريقة هذيك أنت تحكي على رأس الرجل الصالح يعني رأس الرجل الصالح رأس الرجل الصالح جنوب إفريقيا دونك هوني في التصريح هذي يعني وزير النقل التركي قال أنه 30% معتها عدد السفن انخفض اللي يتجهه لإسرائيل هذي معطبة بيع يعني نحكيه على التوازنات في المنطقة والاقتصاد اللي قاعد يشهد اضطرابات في حركة التجارة ورحالة السفن وتركيا يعني هي من أكثر البلدين أيضا اللي تأثرت بالحرب دونك هو عمل حوار مع الجزيرة سألوه إذا حرب إسرائيل على غزة معناه أثرت على كل شيء في العالم من الاقتصاد إلى السياسة وكيفيش أثرت على النقل التجاري قال معطى أنه حوض البحر الأوضي المتوسط ما هيش منطقة تتأثر فقط بمثل هذه الأحداث هو الحوض معطى في حد ذيت ويأثر على التجارة في العالم الكل دونك تأثرت والأسعار ارتفعت بما في ذلك التركيا يعني وخاصة الأحداث اللي صارت في قناة السويس والبحر الأحمر دونك بعد مهاجمة للحوسيين يقولك انخفض عدد السفن اللي تمر عبر قناة السويس بنسبة 10% تقريبا واضطرت أنها تتحول مسارها نحو رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا يعني تخيلوا شوية معايا المسافة وطريق للطريق يعني المسافة الإضافية 3500 ميل يعطاه هنا مثال إذا كان سفينة من الصين تحب توصل للبحر الأبيض المتوسط عبر رأس الرجاء الصالح معناها هذيك الشيزيدة على الأقل متى 10 يام في الوقت ونعرفه الوقت كلفة الوقت فلوس أي ولكن تعرف الغيس كزيدة معنات هالي موجودين دونك قولك أنا نفضل أنه تكون التكلفة أكبر والمسافة أطول ولكن ضمين الوصول بشكل وهذا تقريبا شوني قاعد يصير مع ارتفاع سعر الحاويات اللي وصلت لـ 3500 دولار وما قالوا 90% من السفن لم تغير مسارها يعني هل بش يكون هناك تأثير على الأسعار مع تجاوبهم قالوا بطبيعة ما زالت نسبة كبيرة قاعدة تتعدى بقناة السويس لكن الأقصات التأمين زادت دونك خاطر في المخاطر توسامبليمون زادت دونك شيء يتبع بعضه دونك سواء السفن حافظت على مسارها وخلصت تأمين أكثر أو بدلت غيرت المسار تخلص لنا سيفها معنات فالأسعار ستتأثر يعني بشكل أو بياخر بشكل كبير أنا جوز حابيت نقول على ميرسك اللي أنت أكثر مرة كنت حكيت عليهم وتعرضوا الهجوم مؤخرا تقريبا عندهم أكثر من الجمعة تعرضوا الهجوم ما تكعلش غيروا المسار ما عانش تعديوا على المسار الرئيسي متاحهم ولا يتعديوا على الرأس الراجئ صالح فما خطاب وجهه للكليون متاحهم حرفين متاحهم وقالولهم اللي نفهمه بشكل كبير التأثير اللي بش يصير على العملية اللوجيستية الخاصة كما كنت وصف بالضبط أنت هاجر لكن يرجى أتأكد من أن جميع القرارات التي قد تم النظر فيها بعناية وأعطال أولوية في نهاية المطاف لسلامة سفوننا والبحارة والبضائعة الخاصة بكم فقط بالنسبة لهم هذه الأولوية دونك بدل الثنية متاعك حتى كان بش تتكلف لك أغلى هي هكا ولا هكا بش تتكلف لك أغلى إذا كان وقفوك الحوثيين ولا إذا كان خلصت تأمين أغلى دونك تولي تبدل الثنية تتنسى شوال الحوثيين كانوا يأكدوا يعودوا إنه راهو الهجوم ما يصير كان على السفون المنتاجة نحو الكين السوني ولا الخارجة من غادي وإلا الإسرائيلية وإلا السفون الإسرائيلية وهم يهدوا إذا كان السفينة التزمت معناها كبعض التهديد روما يمسوا هايش هذا دي ما يقولوا فما رقم من 7 أكتوبر حتى 31 ديسانب 701 سفينة من موين تركيا خرجت إلى إسرائيل يعني تقريبا 8 سفون في اليوم يعني تجهت يعني هذي معت تقريبا عدد عادي يعني متاع السفون السفون هذية يقول لك معتها شنو ما أسألوها على شنو ما مقدار ما تحمله هذه السفون من بضائع مقدار ما تحمله من دول العبور يقول لك ثلثها تقريبا عابرة متعدية وكهول والثلثين الأخرين نقطة الانطلاق الأولى من تركيا يعني 480 سفينة مشيت من تركيا لإسرائيل و221 سفينة عبرت عبر تركيا معتها مش لكلهم السفون خارجين من تركيا لكلهم متاجين بتبيعة للكيين دونك هذيك عليه يقول لك معتها يحاولوا يقدروا معتها الاحتياجات معتها بالأرقام يقول لك وفهم انخفاض إجمالي بنسبة 30% في عدد السفون المتجهة إلى موانئ إسرائيل مقارنة بالعام السابق فبينما تم نقل 2.8 مليون طن من البضاء في نفس الفترة في العام السابق السناء تم نقل 1.9 مليون طن فقط هذا فيما يخص لكل حركة في البحر الأحمر يعني فما تأثير مش تأثير الحوثيين تأثير يمكن على الأسعار لكن ما زالت عدد كبير من السفون ومن نقلات النفط ما زالت معتها تمشي في الفتنية هذيكة خلنا نفكر اللي فما الفيديو من عرش كان شافوها الناس ودلالي الصحفية تسأل في أحد الممثلين الحوثي تقول نسمعه جعجعة بلا طحين وشنا هو اللي عملته بالضبط معناتها أمريكا اليوم ماش تبحث مع الاتحاد الأوروبي ومع الدول ومع الدول ومش تحب تسكر جملة العملية الكلة وتوقفها حكينا عليها في أشتاق على فكرة بي بي سي شهر التالي يعودوا استدعو كانوا استدعو بلوتو السيد وعودوا استدعو بعد شهر يعني بي بي سي ما يشعفوش يظهر يعودوا نفس السيد اللي هو يجيبته ديما حاضرة معناها أي معناها معتشهر التالي قالوا له عليش أنتم معتها تبعثوا في ديمي سيل معتها للكيين قالوا أنتم معليش تبعثوا في ممثل بريطانيا للكيين معناها دي تاكو تاك ديما أنا عندي جتموا لحظة صغيرة بش نرجعوا شوية شوية في التاريخ كنت أسمحها هجر على خطر تحكي على رأس الرجاء الصالح فما بلوزيو أخذتك اليوم سيغان تغنات اللي يرجعون للتاريخ رأس الرجاء الصالح اللي كان يقع اعتماد الرأس الرجاء الصالح كطريق بحري قبل قناة السويز في تجارة بضايا ما بين آسيا وأوروبا وذي نفكروا اللي قناة السويز بتربط ما بين المتوسط والبحر الأحمر تمثل ساعة مبدئيا نسبة كبيرة من التجارة العالمية اللي تفوت 12% من إجمال التجارة العالمية والدور المهم اللي تلعب فيه اللي اليوب تقول ما تحطلش بشكل كبير ولكن فما معناتها نتائج واضحة القناة هدية تلعب دور مهم ومهم جدا في التجارة العالمية من تاريخ 17 نوفمبر 1869 اليوم قبل كانت رأس الرجاء صالح اليوم تطفو العملية تعاو ترجع من جديد تعاو ترجع رأس الرجاء صالح من جديد نشوف التاريخ وشوف الحياة وين تهز البشرية وفهم الحديث على ممر جديد على فكرة في الأشهر الماضي التحكي على الممر الهندي في القمة في الجيويت لكن ما أنا حاس برأي الوزير أنه الممر الهندي هده مش بشيكون مش بشيكون فعال وفهم بداء الأخرى ليه معنا ما هوش مشروع بشي تم عليه العمل بجد قالك معنا وما مراوش ليه هو ممر فعال وخطر السفينة اللي تخرج من الهند بشتتتوقف في شبه الجزيرة العربية وبعد ستعبر أربع دول برا وبعد ترجع للبحار في ميناء حيفا الإسرائيلي وبعد تعود تخرج معناها بحر وبر وبشتخرج توصل للموانئ الأوروبية معناها قربلة كبيرة دونك هذي طريق بري بحري بري بحري دونك ما قالوا ما تمنوش احنا بالمشروع هذي دونك الممر الهندي نتعدى ونحكي وعلى ألمانيا معنا ولي تقول قطيرة الاقتصاد الأوروبي اليوم قطيرة الاقتصاد الأوروبي تشهد ركود والركود ما تعلق بالحرب الروسية الأوكرانية لأنه كانت تخذ في الغاز معناها في الطاقة بأسعار يعني أسعار تجد تكون رخيصة معناها ولا تفاضلية يعني اللي كل يوم ولا يتكلف معناها للطاقة ولا يتكلف على ألمانيا هذي حسب دونك بلومبرغ اللي خرجت بيانات أنه تقول الانتاج الصناعي في ألمانيا انخفض في نوفمبر لشهر السادس على التوالي دونك دخل اقتصاد مرحلة الركود دونك بلومبرغ تقولك أنه انخفض الانتاج عند أكبر اقتصاد أوروبي في شهر نوفمبر بنسبة 0.7% وحتى معنويات القطاع معناها لتعالأعمال طاحت الكيمة وقت الكوفيد فمقارنة بوقت الجائحة معتلا معنويات توبربة اليوم في قطاع الأعمال في ألمانيا دونك كيما كنت تقولك ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية العقوبات المفروضة والاقتصاد الألماني دونك تخل في حالة ركود والتي عنده مشاكل بش تخرج هاي بيانات دي سي كلك جوع يعني يمكن خمسة أيام أخرين بش تحكي على السوليثي معتلا على أي السوليثي الأخير يعني معتلا بالتحديد لكن دجا فم دراسات تقول أنه نص سكان اليوم ألمانيا خايفين من تراجع الاقتصاد البلاد وعلى إثر العقوبات وتقول الي في غضون بضعة أشهر يعني الألمان معتش عندهم ثقة في قوت بلادهم كما قبل معتها خمسين بالمئة من الألماني يعتقدوا أنه دي سي عشرة خمسة سنة ألمانيا بش تخرج من قائمة الاقتصادات القوية والرائدة في العالم وهي مثل مشكلة كبيرة بالنسبة للشعب الألماني خطر نعرف وشن هو مستوى وحجم الاقتصاد الألماني أوروبيا ودوليا زي كيف هاجر بالضبط بالضبط حتى فيما حرب بينها وبين الصين على مبيعات السيارات اللي قاعدة تأخذ كيف كيف معناها في دي باق دو مرشي عند الصين مثلا نرتفعت مبيعات السيارات بثمانية فاستة بالمئة في ديسمبر يتسام بورسنتاج معناها به وهذا كيف كيف كنتش كل حاجة أنت تحكي لبايع السيارات خطر فما خبر آخر متاحة للعربية السعودية وهو الاخبار القدامي هي مقاتلات من تراز يوروفايتر للسعودية لكن التعليق متاحة على عملية البيع هذية ولكن التعليق متاع السلطة الألمانية عليش رفعت السلطة الألمانية تقول أنه الرياض نحكي على العربية السعودية اتبعت نهجا بناء مش هدو عندكم مليح فيما يتعلق بالحرب الدائرة بين اسرائيل وحركة حماس وبالتالي بيشتعطيها اليوروفايتر آه معتها نفس التوهى قبيلة معتها كي نحكي على التركيا وعلى حركة النقل اللي تقول تركيا معتها بش تبر أنه عندها سفن تمشي لموانئ اسرائيل يتقول احنا رابعتنا زيدا سفن الغزة ثلاثة صفن مليئة بالمساعدات لكن معناها الكل وقفت في العريش بتبيع يعرف مليح اللي بشتق في الغاز معناها وقفت في العريش وبعض بيانشور اللي قاعد يصير على رفح على فكرة معناها اللي قلناه البارح هوني معتها واللونكات متع The Guardian معناها ظهر أنه شيء معروف يعني أبخي معتها تلقى برشا مثلا مؤثرين على يوتيوب في مصر يحكيوا على فساد كبير على معبر رفح واستغلال المأساة الغازوين ومأساة الفلسطينيين ويربطوا أيضا الاستغلال هذا معتها بالمش بالمخابرات يرطوها معتها بطريقة مباشرة بالسلطة على هرم للسلطة في مصر معناها كغيمة وأبخي كل حد والسوق سمتاعه وأحنا نقعد ديما السوق سمتاعنا يعني الصحوفية والاستقصائية بحثة معتها الجارد يقول لك مخابرات المصري ما غير ما يسمي أي حد بالإسم حب نرجع حاجة صغيرة تحكي على الألمانيا منذ قليل وربط بما يحدث في غزة ولا العلاقة مع مصر الساتغاء الحاجة الغريبة فغيموها مع أنت الدوخ الكيل بمكيالين كان فما جملة أخرى تتقال أقوى يسر تنجم تعبر يمكن واحد يستعملها على خطر ريت وقت نحكيه على موقف يقول باش تنرجع باش نبيع الأسلحة نرجع نبيع الأسلحة مناحي والتعليق هذي لموقف الرياض من الحرب عدوان على غزة هو يقول قيل عليش للتذكير عليش ألمانيا جمدت المبيعات متاح وفما حتى مشاكل كبيرة خد فما مصدرين مصدرين الأسلحة وتبروه بيزنس كبير وفما فروض إنساني جدا اللي هو إغتيال جمال خاشقجي عام 2018 معنتها وقتها جمال خاشقجي قصية كبيرة وصدمت العالم لأنها كانت مجزرة حالة رهيبة صارت وقت واليوم همش غايظين كل الصغار اللي يذبحون كل يوم في الأراضي الفلسطينية هنا نذكرك كنا حكينا عليه معنا بعد وفايته ومعنا مفمش مبيد مصالح اليوم بصمة كيسنجر نشوفه فيها في العالم الكل وفي العضوان على غزة بالزيت وهذا هي سياست هذي هي سياست المكالين وين موجودة المصالح مهيش في مصلحة الفلسطينيين وفي مصلحة غزة أكيد شكرا لك هاجر نحنا بش نعطيه الكلمة لصفية المحارف الأخبار وبعد راجعين ومسلين معكم حتما ترجمة اشتركوا في القناة